يطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار بعد غد الأحد إشارة البدء لتقديم كافة الخدمات الصحية من شرع الخدمات الصحية بمهرجان العالمين والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من داخل مدينة العالمين الجديدة ويستمر حتى نهاية المهرجان في الثلاثين من أغسطس القادم يأتي ذلك لخدمة حضور ورواد مهرجان العالمين لعام 2024 ومحيطه والذي يعد الحدث الترفيه التنموية الاستثمارية الأكبر بالشرق الأوسط ويقدم تجربة صيفية تنموية فريدة على ساحل البحر المتوسط كما تقوم منطقة الخدمة الصحية لوزارة الصحة بتقديم خدماتها لمنطقة الساحل الشمالية كاملة من داخل المهرجان بوجود كافة المبادرات الصحية الرئاسية التي انطلقت بتوجهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لكنها أمقاً وضعها جداً نتوقع فرص يتماعى سابعاً وضع شعور شكراً بغرائع